اهم واحدة بقى اهم واحدة الديني ودي اهم واحدة في حياتي فجأت في يوم سنة 2001 تليفون وكان يوم جمعة وانا في النادي جزيرة كابتن صالح معنى كابتن صالح بيروح النادي الجزيرة على طول لا هو قال لي تا فين اه قالوا انا في النادي الجزيرة طول حضرتك هنا قال لي لا انا في الاهل يتعلالي رحت بتعمل حاجة قلت له لا انا ممكن اجيله قال لي تعال لي رحت فتحت الباب لقيت امة الاله كان كابتن محرم ممدير النادي وقتها والاستاذ تشير الهواري وكابتن صالح وفرح وبشاشة ايوة كابتن خير قال لي مبروك عدلي خدنا نادي القرن لقب نادي القرن اه في جوهانسبرغ وانا بيذن الله انا اللي حطلع السلم الجايزة في جوهانسبرغ دا رديش نادي طب طب حنطلع نعملين سوي ابتديت اقول مخترحات اه قلت له احنا كنا في الا اه يعني معانا ابل كده الاستاذ اعطيه شقران اه من نهاية الاعلامات عايزين نتكلمه بيبقى عندهم مستندات وداتة وبتاع نجيبها وحضرتك تاخدها معاك وبتاعه سألت عليه قالولي دا هو الملحق الاعلامي في جنوب افريقيا في جنوب افريقيا روحنا طالبينه المهم قفلت من كده قال لي سيادتك جاهز باسبورك بسطلو كده قال لي انت هتيجي معايا على طول على طول دا انا مدير نادي الجزيرة لا وانا مش في النادي الاعلي ولا ليه منصب اه واخدني معاك ما اشوف جابك كمان عشان استشيرك ايه التكريم دا يعني انا كرمتي يجي ثلاثة اربع مرات في حياتي ولكن هذا التكليف هو التكريم الحقيقي لي ولي اشعرني بان انا موجود فعلا في النادي الاعلي طبعا لان كان طلع وقتها كلام كتير جد دا قال صالح سليم زعلان من عدلي ومشاوج اه مع بعض الناس النادي الحلال المهم يعني ايه والكابتن صالح كان بيدايم اللي يقدمه استقالته حتى قابلته انا في الساحل قال لي مكنش عارف تستنى كم شهر ونمشي سوا قلت له لا بعدين يا كابتن اقولك الاسباب يعني مش هاذا اقولها لك دلوقت اه المهم يعني طلعت معايا يوانس بير طلعت معايا ودراع بدراع قلت له لا بقى دا لازم يبقى في خطة علمية ماينفعش تنزل كده كان ايه بقى جنوب افريقيا كان زى ملك لعب كايزر شيفز اه ولسه النادي الاهلي ما كانش جمن وجسيه اه وما احتكناش بيهم في افريقيا احنا لعبناهم بعد كده ايه وكسبناهم فقلت له ربما الناس لن تعرف مين النادي الاهلي اول في جنوب افريقيا تعديد فكلمت عطيه شقرات قلت له جاهز للتليفزيون وجاهز للراديو جاهز للصحافة والماتيريال والمواد وبتاع عايز انزل الاقي هل نبتبقى موهبة في الاداري نفسه ولا دي حاجة بقى لازل تيجي بالترتيب كده ولا شغف عايز الراجل ده ماينزل يلاقي الدنيا مقلوبة ده رئيس النادي الاهلي ماينزلش كده ويروح اللوكاردة بتاعت والدنيا اعلامية تبقى عارفة رئيس النادي الاهلي جاي يستلم نادي القارن حدث منك وقت الكلام ده كله مفيش ما هو كمال ربنا ساعد ان اعطاهش ايران موجود هناك موجود وعارف اشتغلنا مع بعض في ملافة طيب بعد ما روحت 95 بعد ما روحت سافرت مع الكابتن صالح وكان معك كابتن خطيب كابتن خطيب بقى رايح بقى عشان الناس اللي بتتكلم يكرم كأحد اساطير الكرة في القرى الافريقية مزبوط مزبوط روحت جيهانسبرج وكابتن انت محضر لكابتن صالح البلان كله اللي هو بتاع الحفلة وكلام دي وفي السفرية دي تعرفنا على سفير ياسر مراد المساعدة وزير الخارجية الحالي اه اعشق الاهلي الذي لم يتركنا لحظة في اي سفرية بعدها وكان هو تاني شخصية في السفارة كانت سفيرة نائلة جابر وهو تاني شخصية طيب بعد ما اعلن هناك واستلمنا جايزة نادي القرن وبتاع والافريقية كلها بدأت تعرف فين النادي الاهلي ومين النادي الاهلي كويس وانت الكلام ده كله وانت في الجزيرة اه ما حلمتش كده في فترة مفارات ما قلتش كده او ندمت قلت طب انا ليه بعد الكلام ده كله مبقاش ما قلتش في النادي الاهلي انا زي ما بقولك طبعا العمل في نادي جزيرة مختلف ما انا اعرف افتقدت طبعا افتقدت انك انت تبقى انت بتعمل دلوقتي في نادي تقريبا اجتماعي يعني ما طبعا بتساعد على قد اللعبة المتفوقة كان الدكتور عدد صابري السلة السلة العبقاري ده كانت السلة هي اللي ماشية اه كان جيه بقى المستشار عادل عبدالباقي رئيس اللي نادي الجزيرة وقابلي انا انا اول مجوم المجلس الإدارة الجديد بروتوكوليا انا انا ده ده قناعتي انت جيت لقيتني اخترتنيش فانا انت مورستنيش مش هحرجك رحت كاتب استقالة بروتوكولية مش عشان ان انا مش عايز اشتغل معاهم عشان اديموا الحرية اللي في دماغهم حديثة اللي اختاروا حقيقة فقدمت استقالتي قلت لهم لو سمحتوا سألوني السئات نقشوا الاستقالة دي انا حخرج فقال لي هو انت مش عايز تشتغل معانا قلت له لا يا فندم انا باعفيك انا باعفيك من الحرق من حقك تختار الاجهزة التنفيذية اللي انت عايزك وروحت خارج يمكن ما وصلتش وانا بقى في الباب ضربوا الجرس خوش انت مكمل معانا كملت معاه فبعديها بشهر ونص قلقى المستشار عادل بيكلمني بيقول لي انت مطلوب في النادي الاهلي مطلوب في النادي الاهلي حصل اتصال بقى بين الكابتن صالح وبينه والكابتن حسن حمدي عايزين عدلي عشان بقى فروحت بتكلم في النادي الاهلي احرف ليه قالوا انت فاكر هو كابتن صالح بقى فاكر يا عدلي واحنا بنتكلم وعايزين نحاول النادي الاهلي الى الشركة زي الاندية الاوروبية انا عايز ابتدى ننفذ الكلام ده تيجي تسعيدني فيه سنة كامل الكلام ده بقى وقت 2001 كان بدى بقى فكرة مؤسسة النادي الاهلي بقى يفعل مؤسساته خاصة شركة كورت القدر انت عملت كمان انا لازم كل ناس بيكلم فيه انت عملت فكرة مجلة النادي الاهلي اول مجلة اتناشأت للاندية وليه برضو بمبادرة من الكابتن صالح ايوه ما انا بقولك يعني الكابتن صالح كان بيفكر في حاجة رغم انه يعني ما كان بيلاين بساعده في تلك مجرد لسه بيفكر بطلع كابتن نقودة اقول بتاع الملاب في بتاعها يعني ما كانش فيه تصريح بتطلع لا 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 بخش فيه لا فسألت مين قالولي حافظ منهم مسؤول عن اصدار الترخيص والشخصية انت كنت اخترت معاك فريق يوسك ده بعدين بعد ما جبت الرخصة بس مين مدير مكتبه كان صديقنا المشترك اللي بيلعب معنا كورة محي راجب قال لي انا يا مدير مكتب وطولوا حدده علي معان معانه رحت قابلته قلت له عني زيني طلع مجلة في الاهلي قال لي احنا ما بنزديش ترخيص قلت له دي حتوب قديها صيب غر يدقعت المهمة ايه سبت ومشيت بعدي 13 شهر لقيت الموافقة دات طيب خلينا نتكلم بقى بقى امانة كده وانا عارف مش هبقى فيها حرج هل اسم النادي الاهلي بالنسبة لعدل القياه هو اللي بيسهل لك ويفتح لك كل الابواب مش اسم النادي الاهلي بؤكد ده مش سؤال هو مين عدل القياه لا عدل القياه تعرف من النادي الاهلي ايه ما انا كلنا تعرفنا من النادي الاهلي انت نجم رياضي هتتعرف هنا ولا هنا بس درجة المعارفة بتختلف في النادي الاهلي لكن انا مين انا راجل يحب الرياضة انا راجل يحب الاعلام انا راجل يحب يشتغل في المجال ده انا راجل يحب الاهلي بيحب صالح سليه بيحب الضو بيحب النجاح جوه النادي الاهلي طيب كده حلقتنا خلصت احنا الحلقة دي عشان فيها مادة فرية جدا وتاريخ للنادي الاهلي فهنعمل الحلقة دي على جزئين الجزء الاولاني كده احنا انتهينا منه وان شاء الله في القادم الحلقة اللي جاية من المجالي مع نجمنا ونجم النادي الاهلي المهندس عدل القيعي